موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كشفت البعتة اللبنانية بالأمم المتحدة الخميس أن تفجير أجهزة اتصالات لاسلكية البيجر التي انفجرت في لبنان هذا الأسبوع تم بواسطة رسالة إلكترونية أفادت رسالة من بعتة لبنان لدى الأمم المتحدة بأن التحقيقات أولية أجرتها السلطات اللبنانية بخصوص أجهزة اتصالات لاسلكية التي انفجرت في لبنان هذا الأسبوع أظهرت أنها كانت ملغومة بمتفجرات قبل وصولها إلى البلاد وحسب الرسالة التي بعتت إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة توصلت السلطات أيضا إلى أن الأجهزة التي شملت أجهزة اتصالات البيجر وأجهزة اتصالات لاسلكية أخرى تم تفجيرها عن طريق إرسال رسائل إلكترونية إلى الأجهزة وأرضفت البعتة أن إسرائيل مسؤولة عن تخطيط للهجمات وتنفيذها ومن المزعوم أن يجتمع مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة لمناقشة التفجيرات اليوم الجمعة وأصفرت الهجمات التي استهدفت أجهزة الاتصالات التي تستخدمها عناصر حزب الله عن مقتل 37 وإصابة نحو 3000 ولم تعلق إسرائيل مباشرة على الهجمات لكن عدة مصادر أمنية قالت إن جهاز المخابرة الإسرائيلية المساد ربما يكون نفدها وأقر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بأن حزبه تعرض لضربة كبيرة وغير مسبوقة في تاريخه متوعدا إسرائيل بحساب عسير بعدما اتهمها بتفجير الآلاف من أجهزة الاتصالات من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن المرحلة الجديدة من الحرب إذا أحزب الله تشمل فرصا كبيرة غير أنها تنطوي كذلك على مخاطر كبيرة تؤكد استمرار تسلسل العمليات وأوضح بعد خطاب نصر الله قائلا أجرينا سلسلة من المناقشات المهمة في الأيام الأخيرة هذه مرحلة جديدة في الحرب بها فرص كبيرة ولكنها تنطوي أيضا على مخاطر كبيرة وأضاف يشعر حزب الله بالهزيمة وسيستمر تسلسل عملياتنا العسكرية هدفنا هو إعادة سكان شمال إلى منازلهم بأمان ومع مرور الوقت سيدفع حزب الله تمنا متزايدا لنتعرف أكثر على هذه الأجهزة أجهزة البيجر المستقبلة والمرسلة ويمكنها إرسال واستقبال الرسائل النصية على الرغم من محدودية قدرتها مقارنة بالهواتف الدكية اليوم وكانت أجهزة البيجر تستخدم للتواصل السريع بحالة الطارئة أو في مواقف لا يستطيع فيها الأفراد الرد مباشرة على المكالمات وبعد ظهور الهواتف المحمولة الدكية انخفض استخدامها بشكل كبير لكنها لا تزال تستخدم في بعض الصناعات مثل الرعاية الصحية حيث تكون الحاجة للتواصل السريع والموطوق عمرا حيويا يقول مستشار شؤون تكنولوجيا والمعلومات والاتصالات عامر التبيش إنه من خلال متابعه للمراسلين في المواقع المختلفة فإن الإصابات حدثت على خاسرة الجرحة وهو ما يؤكد أن الإصابات حدثت نتيجة الاستخدام أجهزة البيجر التي توضع حول خاسرة المستخدم مستبعدا أن يكون الانفجار متعلق بالهواتف الدكية وأشار التبيش إلى أن هناك تعليمات أمنية لأعضاء حزب الله بعدم استخدام تلك الأجهزة في التواصل وتلقي الإشارات وهو ما يرجح أن يكون الإسرائيليون قد استطاعوا اختراق الموجة التي يستخدمها عناصر حزب الله على جهاز البيجر اللاسلكي بحيث يحدث تحميل زائد على البطارية فتنفجر وأكد الخبير الإلكتروني البي بي سي أن الهواتف الدكية يصعب انفجار بطاريتها نظرا لوجود نظام حماية بها ضد الحرارة وهو ما يمنع حدوث مثل هذه الحوادث على عكس البيجر التقليدي ورجح الطبيش أن تكون أجهزة البيجر قادمة من الصين من خلال عملية شراء مموهة قبل أن تصل إلى إيران ومن تم إلى أياد حزب الله مضيفا أن المادة المتفجرة التي ساعدت في تسخين البطاريات إلى حد الانفجار هي على الأرجح من صلب جهاز البيجر وأضاف ملمان لصحيفة بريطانيا أنه يدرك أن الكثير من الأعضاء في حزب الله يحملون أجهزة النذاء هذه وليس كبار القادة في حسب وأشار إلا أن حزب الله استخدم الأجهزة اللاسلكية خشية أن تكون هواتفهم محمولة خاضعة للمراقبة الاستخبارات الإسرائيلية لمراقبة اتصالاتهم وتحديد الهجمات الصاروخية وأوضح أن الحادث أظهر الموساد قادر على اختراق حزب الله مرارا وتكرارا لكنه شك في الجدوى الاستراتيجية للانفجارات المنسقة قائلا لن يغير ذلك الوضع على الأرض ولا أرى أي تقدم فيه وقال موقع إكسيوس الأمريكي إن مساعدا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتانياهو نشر تغريدة على إكس تويتر سابقا تم حدفها تلمح إلى مسؤولية إسرائيل عن العملية قبل أن يحذر مكتب نتانياهو وزراء الحكومة من الثحدة علنا عن الوضع في الوقت الحالي ووصف اللواء محمد نور الخيري الأمين المصري السيبيراني على أنه صنيعت المخابرات موجها أصابع الاتهام إلى الدولة المنتجة للأجهزة اللاسلكية التي وصفها بأنها غير آمنة على الإطلاق وأشار في حديثه لبي بي سي أنه خلال عمله في وزارة الداخلية المصرية سابقا كانت هناك تعليمات باستخدام الهواتف الأرضية لإبلاغا للحوادث الإرهابية والطائفية بدلا من الأجهزة اللاسلكية أضاف أن ذلك حدث بعد استياء من وصول الأخبار الخاصة بالعمليات الإرهابية إلى الوكالات العالمية قبل وصولها إلى المسؤولين في مصر ومع الالتزام بالتعليمات الجديدة وتجنب استخدام الأجهزة اللاسلكية بات من الصعب وصولها إلى الوكالات قبل المسؤولين يتعلق مستشار شؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عامر الطبيش على استهداف أجهزة البيجر بأنه لا يوجد بديلا للتواصل الآمن حاليا وقال الطبيش إن هذه هي الرسالة التي رغبت إسرائيل في إيصالها إلى حزب الله بعد أن حرمتهم من خصوصية الهواتف الأرضية والشبكات الخاصة بهم الهواتف الخلوية والدكية والويكي والتوكي اللاسلكي مضيفا أنه لم يبقى لهم إلا هذه الأجهزة التي بعت بإمكان إسرائيل اختراقها وقد حمل حزب الله والحكومة اللبنانية إسرائيل مسؤولية كاملة عن الهجوم في حين لم تعلق إسرائيل حتى الآن على الحادثة